موسيقى مساء الخير مشاهدي العربية وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليالاختيار أبدأها وأستهلها بأبرز العنوين موسيقى مع تعثر قواته بوتن يقصف شرقي أوكرانيا لاستعادة زمام الأمور ورسائل للغرب بفشل تكتيك الحرب الخاطفة اسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران لواشنطن وتقول إن خطة العمل العسكري ضد طهران واردة توافق سعودي أممي على ضرورة استمرار الهدنة في اليمن وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار تتوقع فرنسا أن تواجه عجزا في إنتاج الكهرباء هذا الشتاء وبالتالي ستعتمد بشدة على ألمانيا التي تواجه بدورها نقصا في مخزون الغاز مقايدة ألمانية فرنسية الغاز مقابل الكهرباء وإسرائيل تتعهد بتعويض الطاقة الروسية أدان البيت الأبيض القصف الروسي الذي طال البنية التحتية لمدينة خاركافي الأوكرانية وقال البيت الأبيض أن الأوكرانيين يقاتلون بضراء لاستعادة أراضيهم وأكد أن واشنطن ستستمر بدعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا هجوم مضاد مباغد قامت به القوات الأوكرانية في إقليم خاركاف كانت نتيجته استعادة ثلاثة ألاف كيلومتر مربع وعدد من المدن الهامة استراتيجيا الأمر الذي سينعكس بالضرورة على الأوضاع في عاصمة المقاطعة وعلى سكانها الذين سيتنفسون الصعداء بعد إبعاد الروس عنها مما يقلل القصف عليها هكذا هو حال مدينة خاركف المدينة الصناعية الأولى في أوكرانيا وثاني أكبر مدن البلاد من حيث المساحة والكثافة السكانية يهاجر إليها الناس من الإقليم وحتى من الأقاليم الأخرى سعيا خلف أرزاقهم أو طلبا للخدمات فحولتها الحرب إلى مدينة أشباح تغرق في ظلام دامس بعد المغيب القصف الروسي الكثيف والمتواصل وتمركز القوات الروسية على مقربة من المدينة منع معظم سكانها الفارين من العودة إليها على الرغم من استعادة السيطرات عليها في أيام الحرب الأولى في منطقة عاد بعض الناس سيكون كل شيء بخير وستتحسن المدينة وسنعيد بناء المشاريع ومستقبلنا المهم أن يتم إبعاد الروس من هنا بعد ذلك كل شيء سيكون بخير نحن لم نغادر المدينة ومن نزح إلى لفيف بدأوا يعودون الهجوم المضاد يحرر الأراضي وبالتأكيد سيعود الناس بعد ذلك معظم المحال والمراكز التجارية مغلقة بل وتمت تغطيتها بألواح خشبية لحمايتها أما البرباشوفا أكبر الأسواق في أوكرانيا والذي عادة ما يضج بالزوار من إقليم خاركف والأقاليم المحيطة فقد تحول معظمه إلى حطام نتيجة القصف الروسي كان هذا السوق يستقبل الكثير من الزوار وكانت المرتبات هنا تكفي العاملين والآن كما تشهدون قد يستطيع التجار الذين تبقى لهم رأس المال فقط من العودة خلافا لذلك لا يوجد عمل الناس كان يتايرون ويشعرون بامتنان كبير ويكسبون المال وتسير حياتهم بشكل طبيعي فقرر الروس أننا نحتاج إلى مساعدة وهذه هي نتيجة مساعدتهم يأمل السكان في مدينة خاركف أن يجلب الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية في الإقليم الهدوء لهم وأن يطرد الروس خارج حدودهم مما يمنع أو يقلل القصف على المدينة حذيفة عادل العربية خاركف من خاركف مراسل العربية حذيفة عادل حذيفة كيف هي صورة العمليات العسكرية من هناك وأين تتركز المعارك بأي مناطق أهلا بك ليالي أعلنت قبل قليل نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن مولر عن استعادة 6000 كم مربع في مقاطعة خاركف وحدها وقالت أننا اقتربنا جدا من تحرير كامل الولايات كذلك أفاد مصدر في المكتب الصحفي للجيش أو للقوات الأوكرانية المقاتلة هنا في هذه المقاطعة أكد أنهم اقتربوا أيضا من الحدود مع روسيا من اتجاه الشمال وقريبا جدا سيتم تحرير كامل الأراضي كما أفادني قبل قليل الآن المعارك تدور في منطقة نهر أوكسيل هذا النهر الذي وصلت إليه القوات الأوكرانية وحررت كامل الأراضي قبل النهر في اتجاه خاركف وتبقت قليل من الأراضي خلف هذا النهر في اتجاه دونيسكو وفي الاتجاه الآخر من اتجاه الحدود الروسية طبعا استطعت القوات الأوكرانية أن تستعيد أهم المدن التي كانت تتمركز فيها قوات كبيرة من القوات الروسية كإزوم وأيضا كبلكلية وكشفشينكو والآن يقولون أنه تبقت مناطق قليلة جدا طبعا أيضا تم الإعلام من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية عن تسجيل خمسة عشر غارات جوية من قبل الروس بالطيران وكذلك إطلاق خمسة صواريخ كان نصيب خاركف من هذه الصواريخ ثلاثة صواريخ أصابت اليوم منطقة كييف وبعض المناطق الطرفية وأيضا أصابت البنية التحتية خاصة محطات الكهرباء في المدينة وانقطعة الكهرباء لفتح من الزمن الليالي حذيفا يعني من التقارير التي صدرت بالساعات الماضية أن العمليات التي تقوم بها القوات الأوكرانية ستقطع طريق الإمداد على عدد كبير من الجنود الروس كيف هي الصورة بهذه الخريطة وماذا عن الإمدادات الجديدة وعن الحشد الجديد الذي تقوم به روسيا على خط المعارك نعم أولا طبعا دخول الإمدادات للقوات الروسية من اتجاه بيلغراد عن طريق أراضي مقاطعة خاركف هذا الأمر سيكون مستحيلا بعد سيطرة القوات الأوكرانية على كامل هذه المنطقة كذلك هي قطعت بالفعل الإمدادات عن طريقة سكة حديد في اتجاه خاركف وهي محطة السكة حديد الرئيسية التي كان يستخدمها الاتحاد الروسي في إمداد قواته في الشرق الأوكراني لا سيما في اتجاه دونيسك أيضا قطعت الطريق أمامهم الآن طبعا تبقت الأراضي من المنطقتين الانفصاليتين في اتجاه دونيسك وفي اتجاه نوغانسك هذه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يحصل منها الجنود على الإمدادات طبعا الآن يطمح الأوكرانيون في استعادة كامل الأراضي في الجنوب تحديدا في مقاطعة خرسون ثم استعادة خاركف بي الكامل وحصر القتال تحديدا في منطقة دونيسك ولوغانسك وبذلك يكون لن تستطيع القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية كما فعلت في السابق وسقطت بعض المناطق نتيجة الحصار لأن القوات استطعت أن تلتف من مناطق مختلفة من الاتجاه الجنوب ومن اتجاه الشرق ومن اتجاه الشمال الآن سيكون القتال فقط من وجهة واحدة من اتجاه الشرق هذا بحسب المراقبون هنا ليال حذيفة حتى مع هذا التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية كان هناك مطالبات جديدة لمزيد من الأسلحة الغربية هل هناك توريد لأسلحة جديدة وما هي أنواع هذه الأسلحة نعم طبعا بالفعل تحدث وزير الدفاع الأوكراني اليوم وقال أن حتى نهاية هذا العام ستصل مجموعة من الأسلحة لم يسمها بالتحديد وطبعا تعلمين أن الأوكرانيون يتكتمون عن نوعية الأسلحة وعن عدد الأسلحة وطريقة وصولها إلى الأراضي الأوكرانية أو إلى الجيش الأوكراني في الجبهة ولكنه بشر القوات الأوكرانية بمزيد من الأسلحة وأيضا قال أن لدينا أكثر من ثلاثة آلاف جندي الآن يتدربون على أسلحة متقدمة اقتربوا من إنهاء تدريباتهم ثم سيعودون مباشرة إلى جبهات القتال وبالضرورة عندما يعودون ويبدأون في الانتشار في جبهات القتال سينتشرون بأسلحتهم الجديدة التي تدربوا عليها شكرا لك مراسل العربية حزيف عادل حدثتنا من خاركاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورغم انتصارات أوكرانيا في الغرب قال أن تكتيك شن حرب خاطفة على موسكو لم ينجح المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف قال أن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وأنه يجب على الدول أن تقتنع وتقنع كييف بوقف قصف المباني الواقعة في محيط محطة زابوريجيا النووية بالطبع ستحقق روسيا الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة الرئيس على اتصال دائم بوزير الدفاع وجميع القادة العسكريين لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك خلال العملية العسكرية الخاصة لا يوجد حديث عن سحب القوات نحن نتحدث عن أهم شيء إجبار الجانب الأوكراني على وقف قصفه الهمجي للمباني في محطة زابوريجيا النووية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية كما أننا نواصل دعوة جميع الدول التي لها نفوذ لاستخدامه لإقناع الجانب الأوكراني بوقف القصف الذي يحدث يوميا كتب المحلل العسكري في صحيفة الشرق الأوسط عندما هاجم داريوس ملك بارثيا المملكة السيثية تمنع هؤلاء عن القتال المباشر وانسحبوا نحو الشمال معتمدين سياسة الأرض المحروقة خلال انسحابهم مع إبقاء فاصل زمني ليوم واحد بين الجيشين أثناء السير وكلما تقدم داريوس رصده سلاح الفرسان الكشف السيثيين ليستكمل انسحابهم نحو الشمال تكررت العملية لفترة طويلة بين الكر والفر استنفذ جيش داريوس فواجه المجاعة عدة مرات ثم انسحب ولم يستطع استعمال قواته المتفوقة عددا وعدا هل يمكن إسقاط هذه الحادثة التاريخية على ما يجري في أوكرانيا؟ ربما تقول الشرق الأوسط فالمملكة السيثية تاريخيا امتدت لتضم قصما مهما وكبيرا من أوكرانيا الحالية وقد تكون ثقافة القتال غير المتكافئ موجودة في جينات الأوكرانيين لكن الأكيد أن جينات مقاتلي الكوزاك لا تزال تجري في عروق الأوكرانيين لأنهم من أصل السلافي فالكوزاك شعب حر لا يتقيد بمكان أو قائد لكن العام 1917 أعدم الجيش الروسي الأحمر الألاف منهم بعد الثورة البلشفية خاركيف المعجزة العسكرية التي حققتها أوكرانيا نصر عسكري أنعش أمال كييف بانتزاع شرق أوكرانيا من روسيا بل وحتى باسترجاع ما خسرته أوكرانيا عام 2014 أي شبه جزيرة القرم أوكرانيا استعادت مدنا استراتيجية في مقاطعة خاركيف شمال الشرقي أوكرانيا القوات الروسية غادرت هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في الأيام الأولى من الحرب تاركة خلفها طوابير من الدبابات والأسلحة الثقيلة المدمرة ولكن كيف تمت هذه العملية العسكرية؟ أوكرانيا شنت هجوما محدودا على خرسون في الجنوب قبل أسبوعين للإحاء بأن خرسون هي الهدف الأساسي عملية تمويه دفعت روسيا لتعزيز دفاعاتها في الجنوب على حساب الشرق لتأتي العملية العسكرية من هناك وتحديدا في خاركيف العملية العسكرية الأوكرانية اعتمدت بحسب صحيفة الشرق الأوسط على معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى مراقبة الجيش الأوكراني المستمرة للجبهات الروسية الدعم العسكري الغربي وخاصة راجماته مارس منحت الجيش الأوكراني تفوقا عسكريا على الأرض تقول واشنطن أن هذه المنظومة سمحت لأوكرانيا بتدمير نحو أربعمائة هدف استراتيجي روسي منها مراكز قيادة ومخازن الذخيرة بالإضافة إلى بنا تحتية ومنشآت اللوجستية هزيمة هي الأسوأ لروسيا منذ أن أجبرت على التخلي عن محاولاتها للسيطرة على العاصمة كييف لكن الحرب تبدو طويلة نجاح أوكرانيا يعتمد على مدى قدرتها على الحفاظ على المكاسب التي حققتها في الشرق وهناك سيناريوهات عدة للرد الروسي على التقدم الأوكراني الأخير رد قد يبدأ بقصف عشوائي لكل المدن الأوكرانية بما فيها كييف أو إعلان بوتين الحرب والتعبئة الروسية العامة وقد تفتح جبهة بيلاروسيا بل ربما يحاول الكريملين استفزاز دول في البلطيق والمنضوية تحت ديران نيتو حنان المصري العربية معنا من موسكو بافل فيلجينهاور المحلل العسكري الروسي أستاذ بافل يعني كل الدراسات الغربية عن التخطيط والتنفيذ الروسي كانت تتحدث بأن حرب طويلة الأمد لروسيا مع رصد كل نيتو لقوتها على الأرض مع معنويات الجيش الأوكراني ستؤدي بنهاية المطاف إلى هزيمة الجيش الروسي على الأرض هل بدأنا نلمح ملامح هذا التحليل؟ لقد بدأت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في السادس من سبتمبر ومن ثم استطعت أن تحقف اختراقا عبر الخطوط الروسية التي كانت ضعيفة وقامت تمت سيطرة من قبل قوات الطليعة وحقق الأوكرانيون عمليات تعتمد على حرب متنقلة بين أماكن مختلفة والروس لم يمنوا بأي هزيمة بل تراجعوا وقدم أعطاهم الأوامر بضرورة الانسحاب من هذه المنطقة وخاصة في مواجهة ما حدث في إزيوم إذ قامت كتيبة الدبابات بالتراجع وكانت بعد أن نفدت منها الأمدادات لكن الأوكرانيين لم يستطيعون الحصول على الكثير هناك النحية الأكثر أهمية هنا أن أوكرانيا وبعد أكثر من ستة أشهر من القتال وروسيا كان لديها المبادرة وتتقدم يبدو أن هذا التقدم بات يسير الهوينة وأوكرانيا لديها المبادرة وهي التي تقوم بتقرير ما يجب فعله وأين سوف تضرب وفي أي جبهة سوف يكون هناك قتال وهذا أمر مهم بكل تأكيد هذه هي طريقة الحروب وكيفية الفوز بها لكن بالنسبة للروس هناك أخبار طيبة وهي أن هذه العمليات الهجومية المضادة الأوكرانية سوف تنتهي قريبا لعلهم قد يحققون أختراقا في مكان آخر لكن أقول أن الحد الأقصى المتبقي هو ثلاثة أسابيع إلى حين تغيير المسار كليا وخاصة في الشهر القادمين هل هي معلومات معطيات أم تحليل لأن الواقع على الأرض يقول غير ذلك واليوم القوات الأوكرانية حققت تقدم يعتبر الأقوى والأكبر منذ بداية الحرب لقد حصلت القوات الأوكرانية على زمام المبادرة هذا هو الأمر الأساسي وهذه المبادرة كانت موجودة سابقا لدى الروس بدون المبادرة لا يمكن الفوز في الحرب لكن هناك موسم الأمطار والطيون والوحي القادم وسوف تقوم كافة عمليات القتال تتسم بالمناورة سوف تتركز حول خيرسون وبعض النقاط الأساسية لكن قد نرى أن هذا الأمر قد يستمر حتى شهر ديسمبر حيث تبدأ حملة الشتاء لذا قد كانت القوات الأوكرانية لديها الزمام المبادرة وأن تقوم بإلحاق ضربة قوية ضد الروس خلال الأسابيع المقبلة أنا لست متأكدا أن هذا سوف يحدث لك لكن كل العملية الهجومية المضادة سوف تتوقف والقوات الروسية تقوم بإعادة التموضع تحضيرا لحملة الشتاء ولكن يعني العزم الأوروبي والأمريكي ممكن أن يقول عكس ذلك شكرا لك أستاذ بافل فيلجين هاور المحلل العسكري الروسي حدثنا من موسكو التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل فرنسا تطالب مواطنيها بخفض الاستهلاك لتزويد ألمانيا بالغاز أهلا بكم من جديد تحدث مصدر سياسي إسرائيلي عن معلومات استخباراتية عرضتها تل أبيب على واشنطن دفعتها للتشدد بشأن الاتفاق النووي وقال المصدر أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة بشأن التعامل مع إيران وأن حزب الله إذا حاول اختبار إسرائيل بشأن الحدود البحرية فسيدفع ثمنا ضاهدا إلى ذلك فإن جولة المسؤولين الإسرائيليين لمنع اتفاق النووي مع إيران تصل برلين بعد محادثات كثيفة في واشنطن يأيد لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ المستشار الألماني أوليف شولز أن خطر امتلاك إيران قنبلة نووية يتفاقم ويهدد العالم علينا أن نعمل معا في وجه الخطر المتفاقم من أن تصبح إيران دولة نووية وهذه مسؤولية تعهدت بها ألمانيا حان الوقت لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران لأنها أساسا لم توقف محاولاتها في الحصول على سلاح نووية إيران تزعزع أمن الشرق الأوسط وستؤدي إلى سباق نوويا يهدد العالم كله وفي ظل الظروف الراهنة الاتفاق سيكون خاطئا وحساسا وسيجلب موجات جديدة من الإرهاب ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في أوروبا أيضا المستشار الألماني قال أنه لا يوجد سبب لعدم موافقة إيران على المقترح الأوروبي متفقا مع لبيد على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي اتفقنا مع إسرائيل على أن إيران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي كما نؤمن بأن الاتفاق الدولي حول الحد من برنامج إيران النووي هو السبيل الوحيد لذلك كما أنني أشعر بالأسف لأن إيران لم تعطي أي ردة فعل إيجابية حول الاقتراحات التي قدمت لها تصريحات لابيد واشولت تزامنت مع تصريحات لرئيس الموساد الإسرائيلي قال فيها أن الاتفاق النووي مع إيران لن يمنح طهران حصانة ضد عمليات تل أبيب مؤكدا أن إسرائيل أحبطت عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين مؤخرا وأن الرد سيكون موجعا وداخل إيران من تل أبيب ينضم إلينا يوسي كوبرفايزر رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية السابقة سأبدأ إلى موضوع الخيارات الإسرائيلية في حال تم التوقيع على اتفاق نووي كان موضوع فقدنا الاتصال أم لا على ما يبدو نعم أستاذ كوبر كنت أسأل موضوع الحجد الإسرائيلي اليوم لموقف أوروبي وأمريكي ضد الاتفاق النووي ممكن أن يؤجل هذا الاتفاق إلى مبعد الانتخابات النصفية الأمريكية ومبعد الانتخابات الإسرائيلية ولكن هو يؤخر ولن يمنع ماذا ستفعل إسرائيل في الفترة المقبلة؟ في المستقبل الغير البعيد إسرائيل سوف تركز على شرق الموضوع للأوروبيين والأمريكيين والولايات المتحدة من خلال المعلومات الاستخباراتية التي توفرت لدينا حول مدى أهمية عدم العودة لاتفاقية خطة العمل الشامل المشتركة لأن هذه الاتفاقية سوف تسمح لإيران بأن تنال الشرعية وأن تنال القدرة الكاملة لإنتاج ترسانة كاملة من السلاح النووي ورغم ما يقوله الأمريكيون والأوروبيون بأنه يجب على إيران أن تمتلك السلاح النووي أو لن يسمح لها لكن لن يكونوا قادرين على منع إيران من إنتاج ترسانة كبيرة من السلاح النووي في نهاية هذه الاتفاقية ولهذا الأمر يجب عدم العودة لنفاذ هذه الاتفاقية هذه هي الرسالة التي تسعى إسرائيل لنقلها إلى الجانب الأمريكي والأوروبي في الفترة القريبة هذه معركة الرأي العام ومعركة السياسية التي تخوضها تل أبيب يقابلها تأكيد إسرائيلي بأن الضربة لا محالة فيها وهذا ما أكده رئيس الموساد هذه الضربة هل ممكن أن تقوم بها تل أبيب بدون موافقة أمريكية خصوصا أنها فعلتها مرتين في تاريخها وهل ممكن أن تتحمل عقباتها إذ ممكن أن تتحول إلى حرب شاملة لو تعرضنا إلى حالة من هذا القبيل ولم يبقى لدينا أي خيار أمامنا فسوف نفعل هذا من توقع أنفسنا لأنه لم يتبقى لدينا أي خيار آخر لكن يجب الأمر أن يتم بالتنسيق مع الأسرة الدولية وبقيادة الولايات المتحدة لوضع ضغوط على إيران يتم من خلالها رفض السماح لإيران ومنعها من امتلاك قدرة لإنتاج سلاح نووي وأن يتم فرض العقوبات من خلال أيضا التهديد بالخيار العسكري لأنه إذا ما كان هذا الأمر فإن إيران سوف تتوقف من الانتقال بسرعة للقدرة النووية ولكن هذا الأمر لن يحدث وكما ترون بأن الأسرة الدولية حتى اللحظة قد يأست من وقف إيران وقدرة حصولها على سلاح نووي إذن يجب فعل ما هو لازم وإسرائيل كانت تقول بأنها لن تسمح لإيران امتلاك سلاح نووي وإذا كنا لننتظر حتى نهاية خطة العمل الشامل المشاركة فإسرائيل حتى أنها هي حد ذاتها لن تسمح لذا لا بد لنا أن نتصرف بصورة مباشرة وبالتالي هل نحن أمام جولة جديدة من الضربات الاستباقية الإسرائيلية لمراكز تمركز إيران في المنطقة وهنا أتحدث أيضا عن أذرع إيران وتحديدا حزب الله الذي اليوم يلوح بورقة الحرب في الجنوب وأن أي تنقيب قبل الاتفاق الرسمي على ترسيم الحدود سيقابله فتح جبهة الشمال أعتقد أنه وفقا للجهود التي تبذلها إيران في مخلال دعم حزب الله بذخائر وهذا موضوع قلق وطالما أنها مستمرة في هذا الأمر فنحن سوف نعمل على وقف ذلك والمعلومات التي حصلنا عليها من وزير الدفاع الإسرائيلي تقول لكم بأن هذه الجهود الإيرانية مستمرة ولا بد من وقفها أما فيما يتعلق بتوترات حزب الله المتصلة بحقل الغاز في البحر فهذا الأمر لن ينتهي في عملية تصعيد فالأمر يتوقف على حزب الله يبدو بأنه هو الذي يتطلع للتصعيد ومن أجل وقف مستقبل لبنان اللامع الذي ينتظره الشعب اللبناني منذ فترة طويلة هذا لا نأمل به نتوقع بأن نتوصل إلى حالة يكون فيها الجميع كاسبا لكن حزب الله مستمر بتهديداته ويقرر أن يتصرف نحن على سداد لمجابهته وأن ننتقم بشدة شكرا لك يوسي كوبرفايزر رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية السابق نختم الملف بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي قال أن بلاده تؤكد على استعدادها لتعاون مع الوكالة الدولية لتقذرية وأن أطراف الاتفاق لا يجب أن يتأثروا بسلوك إيران لقد أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن استعدادها لمواصلة التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد على هذا الاستعداد مرة أخرى يجب على مسؤولي الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات بناءة للتوصل إلى اتفاق يتوقع من أطراف عملية فيينا إعطاء الأولوية لمصالح شعوبهم ومصالحهم الوطنية وأن لا يتأثروا بالسلوك غير البناء والهدام للنظام الإسرائيلي بالإضافة للحلول الخارجية تلجأ أوروبا لحلول داخلية لتعويض نقص الغاز الروسي ونعكاساته على الحياة فيها ألمانيا وفرنسا مثلا قررت تبادل الكهرباء والغاز فخمسة بالمئة من الغاز الفرنسي سيذهب لبرلين مقابل تزويد باريز بالكهرباء تتوقع فرنسا أن تواجه عجزا في إنتاج الكهرباء هذا الشتاء وبالتالي ستعتمد بشدة على ألمانيا التي تواجه بدورها نقصا في مخزون الغاز لذلك وجد البلدان أن الحل هو مقايضة الغاز الفرنسي بالكهرباء الألمانية هذه الخطة ستسمح بإرسال قرابة خمسة في المئة من الغاز الفرنسي إلى ألمانيا لكن لتحقيق ذلك تطالب الحكومة الفرنسيين بالمساهمة في خطة خفض استهلاك الطاقة هذا الشتاء فكيف سيتم ذلك؟ في الشتاء يضطر الناس لوضع أجهزة التدفئة على درجة عالية والآن الحكومة تطالب أن لا تتجاوز هذه الدرجة 19 درجة مئوية ومن المفارقات أن ألمانيا كانت تخطط لإغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام لكن الحاجة الفرنسية قد تدفع برلين إلى إطالة عمر تلك المحطات من أجل إنتاج تيار كاف لمساعدة فرنسا معامل تنتج الكهرباء من الفحم مثل هذا في وسط برلين لن يتوقف عن العمل قريبا كما كانت خطط الحكومة قبل الحرب في أوكرانيا فهي أعلنت عن إبقاء مجموعة من معامل الفحم مفتوحة للتعويض عن الغاز الروسي وقد تضطروا لتطيل عمرها أكثر بعد لتلبية حاجات السوق الأوروبي إضافة إلى حاجتها ولكن ليس الفحم وحده مصدر الكهرباء هنا ألمانيا لديها أنظمة طاقة هوائية وشمسية كبيرة الهوائية في الشمال والشمسية في الجنوب وفي الشتاء عندما يكون الطقس مشمسا يمكن أن تنتج الكثير من الكهرباء وفي الماضي صدرت ألمانيا فائضها من الكهرباء إلى فرنسا والآن فرنسا تحتاج لذلك أكثر لأن عددا كبيرا من معاملها النووية مغلق لصيانة رغم أن ألمانيا كانت دائما مصدرا للكهرباء لجيرانها فهذا العام قد تضطر لزيادة هذه النسبة خاصة لفرنسا ألمانيا التي لطالما كانت تصدر جزءا من الغاز الروسي الذي يصلها مباشرة من روسيا إلى فرنسا عبر خط أنبيب يجمع بين الدولتين ستستخدم الآن الخط نفسه ولكن لاستيراد الغاز من فرنسا التي تملك إمكانيات أكبر بكثير منها لتخزين الغاز المسال راغدة بهنام العربية بلين من أثناء ينضم إلينا الدكتور عبداللطيف دارويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كاردف دكتور عبداللطيف سأبدأ من تصريح وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أن إسرائيل مستعدة لتعويض ألمانيا عن الغاز الروسي من المعلوم بأن ألمانيا كانت تأخذ حوالي نصف أو أكثر من الغاز الروسي من استهلاكها وبالتالي هل تستطيع إسرائيل بقدراتها الانتاجية أن تعود ألمانيا بذلك؟ طبعا لا لأنه أولا إذا تحدثنا عن أوروبا بشكل عام أوروبا تستهلك تقريبا 600 مليار متر مكعب سنويا ألمانيا تستحول على الجزء الأكبر منها بالأساس وكانت تعتمد على الغاز الرخيص الذي يأتي بالأنابيب بالنسبة للغاز البحر المتوسط والحاق الأدونيم وحتى ما يمكن ما تستغلوا ما يستغلونه من غاز غزة الذي يعتبرون جزء من غازهم والأبار الأخرى التي حتى الآن لم يتم التعامل معها ولا زالت في طور الدراسة من الاتياط العام هو عبارة عن 1 تريليون إذا كانت واستهلاكهم الداخلي 300 مليار فإذا هم غير قادرين على الإفاء بإحتياجات ألمانيا أنه أيضا الدولة الوحيدة في البحر المتوسط تقوم بإسالة الغاز هي مصر فبالتالي الغاز يذهب إلى مصر ثم يعود يذهب إلى أوروبا فالأسعار إضافة إلى ألمانيا موانئها ليست مؤهلة لاستقبال الغاز من خلال البواخر أو الناقلات لأنه أيضا البنية التحتية للموانئة دكتور حتى وإن قام الجانب الإسرائيلي حسب ما أعلن بالسنة الماضية أتحدث هنا عن حقل ليفياثان هما حقلان ليفياثان وتامار إن قام بمضاعفة الإنتاج هل يستطيع تعويض جزء من النقص الألماني؟ لا طبعا تقنيا يعني نحن يجب أن نسألوا الفنيين إذا تعجزت الجزاء بمساعدة الأوروبيين وعجزت قطر فهل يمكن هما أن يلبوا ذلك؟ أيضا هناك المسألة الفنية ما يسمى إرحاق الأبار لا تستطيع الأبار أن نخرج منها كما نخرج المياه من أبار المياه يعني أيضا هناك محدودية للإنتاج لنتيجة آكل الأنابيب والأجهزة بالإضافة إلى خلق مشكلة ما يسمى بإرحاق الأبار فبالتالي حتى فنيا ليست صحيحة إنما هي عبارة عن فقاعة ترمى هنا للحصول على بعض الاهتمامات السياسية من الدول الغربية وتقديم بعض التنازلات في بعض الملفات العالقة مثل الملف الفلسطيني والملف وميسمى مثلا إنتاج المستوطنات الذي أيضا الغرب هل يمكن لهذه الأزمة أن تعيد النقاش حول الخط التركي الإسرائيلي يعني للحديث الجديد من جديد خصوصا أن هناك العديد من المعوقات على هذا الخط هناك إشكالية فيما يسمى غاز البحر المنطقة أو شرق البحر الدول ليست متفقة الوضع الأمني في المنطقة ليس بالشكل الصحيح هناك بعض الآبار لديها عمق يصل إلى خمسة آلاف إلى ستة آلاف متر عمق وبالتالي نتحدث عن مواد أو ثروات في المياه يبقى حاجة إلى سنوات أو ربقى حاجة إلى الغاز هذه اللحظة الآن بالأمس وليس بعد أربع أو خمس سنوات لأن ذلك قد تكون مشكلة أوكرانيا قد حلت أو وجد شيء آخر ولكن حتى غاز البلطيق لم يفي بذلك وغاز النرويج لم يفهمه وهم على باب ألمانيا فهل يمكن أن يفي غاز البحر المتوسط الذي لا توجد لا استقرار سياسي في المنطقة لا اتفاق على حقوق الفرقاء على الآبار مثل الملف اللبناني وأيضا موضوع غازة وموضوع مصر وموضوع تركيا وموضوع اليونان أعتقد أن المسألة مجرد حديثة حتى لا مباركة أمريكية بجزء من هذا الملف أيضا شكرا لك دكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف على هذه المداخلة التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر في الرياضة المبعوث الأمريكي إلى اليمن وأكد خلال اللقاء أهمية المحافظة على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ومناقشة الجهود المشتركة لإنجاحها وأهمية التزام الحوثيين ببنودها وسرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية بالإضافة إلى إداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين كما جرى تأكيد الهدنة والهدف من الهدنة وهو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثية دعا مجلس الأمن الدولي الأطرف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها لوقف دائم لإطلاق النار وجدد المجلس في بيان دعوته للحوثيين إلى التحلي بالمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية فورا وأدن البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونات الأخيرة التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل اختبار دم قد يكشف أنواع عدة من السرطانات قبل ظهور الأعراض أهلا بكم الجديد دراسة طبية جديدة تتوصل إلى أن اختبار دم بسيط قادر على كشف أنواع متعددة من أمراض السرطان قبل ظهور الأعراض الواضحة على المرضى صحيفة الجاردين قالت أن الدراسة جمعت فحوص دم لأكثر من 6600 شخص بالغ ونجحت في الكشف عن حالات بشكل مبكر دون أن يكون لديها أعراض واضحة الباحثة الأولى في الدراسة بمركز للسرطان في نيويورك قالت أن الأمر المثير في هذا النموذج والمفهوم الجديد هو أن العديد من الحالات كانت سرطانات لا فحوص معيارية لها ويأمل أطباء أن تؤدي هذه الدراسة في نهاية المطاف إلى إنقاذ الأرواح من خلال الكشف عن السرطان مبكرا بما يكفي لجعل الجراحة والعلاج أكثر فعالية لكن التكنولوجيا لا تزال قيد التطوير من فرنسا تنضم إلينا الدكتورة أصالة لمع الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزئية يعني هذه التقنية التي نتحدث عنها اليوم تم الكشف عنها في المرة الأولى عام 2020 وطورت أكثر وأكثر إلى أي مدى هي قادرة مع الفحوص الطبية الأخرى لتشخيص دقيق للسرطان أسأل خير نعم هو الفحص ليس جديدا تم تطويره منذ حوالي عامين اسمه الجالري دست المبدأ لهذا الفحص لكي نفهم أكثر عن ماذا نتكلم أنه يلتقط في الدم أجزاء من الحمض النووي الخاص بالورم نحن نعرف أن الورم لديه مادة جينية مختلفة عن الخلايا الطبيعية وهناك كمية قليلة من الحمض النووي الخاص بالخلايا السرطانية يمكن أن نجده في الدم خصوصا في السرطانات الدم يعني الـ Liquid Cancer السرطانات الدم وسرطانات الألام فروية أو Liquid Cancer هذا الفحص يرتكس على هذه الفكرة على التقاط هذه المادة الجينية الموجودة في الدم والتي تكون موجودة مبكرا قبل أن تصبح الفحصات العادية قابلة على التقاط السرطان ومن هنا أهمية الموضوع نعم ما هو أهم جدا اليوم عن هذا الفحص ومع النتائج أننا لم نكتشف فقط أوراما Liquid Cancer يعني ليس فقط سرطانات دم وسرطانات لمفوية إنما أيضا تم اكتشاف من 6600 حالك دكتور أسالة التطوير الذي دخل على هذه التقنية يعني عن ماذا نتحدث لجعلها تقنية دقيقة اليوم في عملية التشخيص لمرض السرطان هي ليست بعد تقنية دقيقة نحن هنا نتحدث عن تفاصيل سيكون صعب من الصعب جدا شرحها نتحدث عن تفاصيل علمية تم أعمال عليها على هذا الفحص وطورت من قدرته على التقاط المادة الجينية الخاصة بالأورام وليس فقط أورام الدم وإنما أيضا أورام الثاب الجامدة يعني تم التقاط سرطان مبيض وسرطان قلون وسرطان رئة وهذه سرطانات المشكلة أننا نكتشفها متأخرين جدا إنما ما يجب أن نعرفه تم التطور الجالريتس خلال سنتين إنما لازل بحاجة إلى التطور أكثر قبل أن يصبح موجودا ومستخدما وقبل أن يغنينا عن الفحصات التقليدية نعم وقد يكون أهميته اليوم أن يدخل في التجارب للسرطانات التي ليس لدينا لها أي فحصات معيارية يعني مثلا سرطانات الثدي لدينا الصورة الإشعاعية سرطانات الرحم أيضا لدينا فحصات دورية إنما هناك سرطان كالبونكرياس والمبيض وغيره سأعتقد أننا سوف نستخدم هذه الفحصات أكثر وأكثر طبعا بالاتفاق مع المرضى ومع الأطباء لتطويرها لأنه كلما قمنا بتجربة هذا النوع من الفحصات كلما وصل على اكتشاف ما الذي يجب أن نغيره فيها وما الذي يجب أن نطوره لنحسن من حساسية أفحصات دكتورة يعني هذه التقنية غالبا ما يتم يعني أن تستتبع بفحصات معينة كالبات سيتي أو غيرها يعني ما الفحصات الأخرى التي يتم التي تجرى لتأكد من نتيجة الفحص ولتدعيم النتيجة يعني غالبا نحن نتحدث عن الفحصات يعني الصور الإشهائية والبيتيسكان كما قلت لأننا يعني نعود إلى الفحصات التقليدية الخاصة بكل نوع من الأورام يعني مثلا في سرطانات الدم هناك فحصات خاصة بالنخاع العظمي نقوم بها بشكل دائم لاكتشاف تغيرات في الخلايا التي تقوم بتشكيل خلايا الدم من بعدها في حالة السرطانات القلون والرئة سوف نقوم بعمليات البيتيسكان والتصوير يعني لكل سرطان نستتبع الفحص الأول بالفحصات التقليدية التي تستخدم لكل سرطان في حالة سرطان الثادي سوف تكون الصورة الإشهائية للثادي وهكذا المهم فقط ما أريد أن أذكره أنه يعني نسبة 99% من الأشخاص التي أتت في حصاتهم سلبية كانوا بالفعل سلبيين يعني نسب من مسميه يعني false positive قليلة جداً وهذا أمر مهم وفي صالح هذا الفحص أيضاً شكراً لك يا دكتورة أصالة لماع الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزئية حدثنا من فرنسا أعلنت مستشفيات العاصمة السورية دمشق رفعها حالة التأهب بعد تسجيل أكثر من 24 حالة إصابة بالكوليرا وثلاثة حالات وفات على الأقل وكشفت مديرية الصحة بدمشق أنها تعمل بشكل مكثف عبر فرق الترصد الوبائي لأخذ العينات اللازمة للكشف عن بكتيريا الكوليرا في مياهها الصرف الصحي إضافة إلى أخذ عينات من بعض الخضروات بمناطق مختلفة موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يقترب ووتيرة الاتهامات والتصريحات المتضاربة بين كل من جو بايدن ودونالد ترامب تتزايد صدامات بين الجمهوريين والديمقراطيين لم يسبق لها مثيل في تاريخ السياسة الأمريكية على مدى العقد الأخير تزامنت مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثامن من نوفمبر المقبل والتي ستحدد مستقبل توازن القوى في الكونغرس الأمريكي الجمهوريون هذه المرة يعولون على استعادة الأغلبية في مجلس النواب الذي يستحوذ عليه الديمقراطيون حاليا بواقع 222 مقعدا مقابل 213 مقعدا للجمهوريين حيث يحافظ الجمهوريون على تفاؤلهم بإمكانية الفوز بمجلس النواب الأمريكي لكنهم يخفضون سقف توقعاتهم فيما يتعلق بقدرتهم على قلب مجلس الشيوخ لمصلحتهم خمسة مقاعد متأرجحت الولاء في انتخابات التجديد النصفية في كل من بانسلفانيا ويوسكانسا وجورجيا حيث تم تسجيل التقدم للحزب الديمقراطي عكس ولاية نيفادا وأريزونا التي تميل للجمهوري استطلاع عجرته صحيفة والسريد جورنال الأمريكية أظهر أن الديمقراطيين سيدخلون هذه الانتخابات في وضع أفضل مما كانوا عليه في السابق لكن في الوقت نفسه لا يزال لدى الجمهوريين وقود انتخابي يمكن الاستفادة منه إذا نجحوا في إبقاء النقاش مركزا على الاقتصاد وتسجيل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود يبحث صندوق النقد الدولي توسيع نطاق الحصول على مساعدة طارئة لمواجهة أسعار وارتفاع أسعار الغذاء الناتجة عن غلق طرق الإمدادات والعقوبات والقيود التجارية التي تم فرضها في الفترة الأخيرة والتي تنظر بأسوأ أزمة غذاء عالمية حيث يسعى صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء ونقص الغذاء والجوع الحاد لسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا ضمن خطة لم يتم الكشف عنها بعد والتي ستتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا ودول أخرى خاصة في أفريقيا دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية ومن المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء قبل الانتخابات والاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر المقبل وفي حالة الموافقة عليه فإنه سيتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريح ترجمة نانسي قنقر تتجه جامعات إمبيريال كاليج لإغلاق مشاريع بحثية مشتركة مع شركات دفاع الصينية بحلول نهاية العام الجاري وبحسب صحيفة The Guardian بريطانية تأتي إجراءات الإغلاق عقب تحذير أمني من قبل جهاز MI5 الاستخباراتي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يشير إلى إمكانية حدوث عمليات تجسوس على جامعات المملكة المتحدة وبالإضافة إلى المركزين المقرر إغلاقهما في إمبيريال كاليج تم إنهاء خمسة مشاريع للتعاون خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت جامعة إمبيريال كاليج ومانشستر تلقت أموالا من شركات مملوكة للدولة تزود الجيش الصيني بطائرات مقاتلة وبرامج مراقبة وفق ما أفادت الـ Guardian كما يرى خبراء أمنيون أن استمرار المشاريع البحثية مع الصين قد يمكنها من تحقيق تطور عسكري واسع خلال الفترة المقبلة إلى الصين وملف كورونا حيث تسبب الإغلاق الذي فرض على المدن بسبب مكافحة كوفيد-19 تسبب بمعاناة ملايين السكان الذي نبات جل همهم البحث عن الطعام والسلع لشرائها قبل الإغلاق في ظل حالة من اليأس بسبب البقاء الطويل في المنزل ووضع نحو 65 مليون شخص في 33 مدينة في جميع أنحاء الصين تحت الإغلاق الجزئي أو الكامل إجراءات مضاعفة تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني منتصف أكتوبر في وقت أنهت معظم دول العالم القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا لا تزال الصين تطبق تدابير صارمة جدا والهدف الرئيس مكافحة تفشي أي عدوى حتى وإن كانت محدودة وذلك وفقا لسياسة تعرف باسم صفر كوفيد والنتائج يجب أن تتحقق قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي منتصف أكتوبر القادم وتعد عاصمة مقاطعة سيشوان المدينة الأكثر تضررا بشدة من الإغلاق الذي كان من المفترض أن يستمر أسبوعا لكن السلطات مددت القيود إلى أجل غير مسمى ولهذه الإجراءات تدعيات كبيرة تجاوزت الاقتصاد ووصلت إلى الصحة النفسية للسكات الذين ظهرت بينهم حالات الاكتئاب واليأس بحسب خبراء الصحة النفسية للغارديون البريطانية فالسلطات الصينية تسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج مدة ساعتين مرة واحدة يوميا لشراء الضروريات شريطة حصوله على نتيجة سلبية من فحص كوفيد في غضون 24 ساعة فقط وبالتالي ممنوع على بقية أفراد الأسرة الخروج حتى إلى حديقة المنزل الأمر الذي تسبب بارتفاع خطير لحالات الاكتئاب في تشينجدو وبقية مدن سيشوان فحتى المرضى ممنوعون من الخروج كان من المفترض في البداية أن يستمر الإغلاق سبعة أيام فقط لكن السلطات المحلية مددت القيود إلى أجل غير مسمى مما أدى لإثارة شعور متزايد بالقلق واليأس بين المواطنين انطلقت في العاصمة السعودية الرياض ومن العاصمة الرياض الحملة الوطنية لإغاثة متضرر فيضانات باكستان حيث أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله ربيعة رسميا انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرر الفيضانات في باكستان وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وبمتابعة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرر الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق هذه الحملة تأتي دعما لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود ومساعدات إنسانية منذ بدء هذه الكارثة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصل الملك البريطاني تشارز الثالث إلى إدنبورا لحضور مراسم تأبين الملكة إليزابيث في سكوتلندا وكان الملك تشارز قد تعهد أمام مجلسي العموم واللوردات في لندن بالسير على خطأ والدته الراحلة بالحفاظ على تقاليد المملكة سمتعدت إلى أن تحديد دونقاء إليزابيث في شعبات المتدرسة فيها مقالة إليزابيث في سكوتلندا ومع الملكة إليزابيث في سكوتلندا فهي تنجد أيضًا من الجديد بالشموع والزهور وكلمات تحمل معاني التقدير تدفق جموع الناس في مختلف أنحاء بريطانيا لشراء بقات الزهور تكريماً للملكة إليزابيث ثانية التي حكمت المملكة المتحدة لأطول فترة مملكة المتحدة اليوم السنودي قبل المنجد الآن يمكن أن تكون مستظل لا تقاربا من المنزل الحين يعيش مملك بما pracy لديها وندمج تجرب بمياتي طائهم خول الملال لنظر البيات الأداء متأكد من القطر ولكن اليوم لا نصدق في أخطر وضع في تجربة الفلال لديها فعل كثيرا لها لديها جارة كنا اشتركوا في القناة بوتن يقصف شرقي اوكرانيا لاستعادة زمام الامور ورسائل للغرب بفشل تكتيك الحرب الخاطفة اسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول ايران لواشنطن وتقول ان خطة العمل العسكري ضد طهران واردة توافق سعودي اممي على ضرورة استمرار الهدنة في اليمن وصولا الى وقف دائم لاطلاق النار توقعوا فرنسا ان تواجه عجزا في انتاج الكهرباء هذا الشتاء وبالتالي ستعتمد بشدة على المانيا التي تواجه بدورها نقصا في مخزون الغاز مقايضة المانية فرنسية الغاز مقابل الكهرباء واسرائيل تتعهد بتعويض الطاقة الروسية التاسع انتهت لك